في قول الآية عالم الغيب لا يعلمه إلا الله منحكم من يدأي علم الغيب قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى فمن ادعى علم الغيب أو أنه يعلم الغيب فإنه كافر لأنه يدعي مشاركة الله جل وعلا في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى